مش عارف ليه الوزارة الداخلية مش قادرة يعني تحط في قبضة ايدها موضوع العصابات الشبابية اللي بدأت تنتشر بشكل مخيف في الشرع النمساوي الشرطة تكشف عن جميع المطلوبين بعد تصاعد العنف بين شيشانيين وسوريين وافغان في فين عندنا في في الصياق نفسه عصابة مرهقين تزعهم من سوري تهاجم المرة في فينة بسكين ورزاز الفلفل يعني بيشتغلوا زي ايه زي هما زي بتوع الشرطة السجنة عشر سنوات لسوري بتهمة الاغتصاب في حمام محطة قطار سالسبرج رغم يعني كل الجرائم دي أو الأخبار دي بطلها ثلاثة أخبار ولا أربع أخبار هنا ثلاثة ثلاثة عددك أوكي أوكي بشان عارف كيف سنناخش انت شايف بطل الأحداث دي كلها مين يعني يعتبروا أطفال 16 بين 16 يعتبروا أطفال ويعتبروا سوريين كمان يعني مع الأسف مع الأسف القاسم القاسم مشترك القاسم مشترك بالسلاس أخبار هؤلاء سوريين السن والجنسيين واللي بيقلك واللي بيقلك نحن منستهدف السوريين طب ليك يا سيدي الكريم مع الأسف الشديد الأخبار واضحة وبين ليك الشرطة تكشف عن جميع خليل السيدة حطونا الصورة بالله وسمحتو السيدة الشرطة تكشف عن جميع المطلوبين بعد الصعود اللي عنه طب الحمد لله هون مسكوا كل الأشخاص اللي هني فعليا كانوا متهمين بعصابات الشوارع اللي قاموا ببريجيتاناو وبالحي الـ 12 بالمايدلينج عاملوا بعض الحالات البلطجة كما يقال وعصابة مراهقين يتزعم سوري تواجم المارة في فيينا بسكين ورزاز الفلفل لاحظ انت شوف الفوضى يا راجل شوف الفوضى شوف البلطجة اللي عما يحاولوا بعض الأشخاص اللي فعليا غير مسؤولين لا انت تقرأ الخبر من جوة تحس برعب يعني هما بعد ما بعد ما كانوا بيهاجموا شابة المرة تدخلت لدسوا أقنعها وبدأوا يهاجم الناس بسككين يعني شي شي بصراحة يعني لاحظ انت شي شي مؤسف صراحة والخبر الأخير طبعا نستجن عشر سنوات ليسوري بتهمت الاغتصاب في حمام محطة القطار نحنا لازم هاي الأخبار بيجي بقول لك لازم يا أخي لا تحطونا عنوان سوري بالخبر ليش ما حطو لك عنوان سوري أنا كيف بدي كيف بدي أعالج هاي المشكلة عصابة وراقين يهاجمون المرة بالسكين برزاز الفلفل والشرطة تكشف عن عصابة طب ليش هدول اللي يجب كشفهم هدول اللي يجب على كل سوري محترم على كل شخص مرموق انه هذا يتبرى من هذه المجموعة حتى فعليا حتى فعليا نقدر نعالج هذه المشكلة هذه الفوضى طبعا هذه الفوضى لا تعالج فقط بالإعلام سيد الكريم هذه العملية تحتاج إلى إلى سلطة أمنية صارمة إلى 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 سياسة أمنية إلى إلى اندماج حقيقي إلى إلى حكومة حقيقية تهتم بهذه الفئة بشكل حقيقي بشكل مجدي لا بشكل شكلي وما حدا بالكورسات وكورسات لغة يا سيد الكريم أنا عندي معلومات يعني لاحظ أنت أحد الأصدقاء الذين يعملوا في تعليم اللغة الألمانية بيقول لك بالكورسات بالكورسات بسأل بالآينس والآتس فاي بيحطوا شخص أمي مداخل على أي مدرسة مع شخص خريش جامعي وموجودين بصف واحد لا الأمي يستطيع أن يواكب الشخص الدارس والمتعلم في تعلم اللغة ولا الشخص المتعلم من السهل عليه أن يتعايش مع الشخص الأمي الموجود في هذا الكورس نحن يعني لا نعادي أحد الأطراف ولا يطرس الأطراف ولكن الموضوع يحتاج إلى تنظيم يحتاج إلى تنظيم تنظيم واستثمار دورات اللغة الألمانية بشكل حقيقي حتى فعليا يعني يستفيد منها كل من فعليا يحاول الاستفادة منها هذا هو ما نحاول أن نقوله فبالتالي سيد الكريم الاندماج عبارة عن منظومة متكاملة متكاملة ليست فقط عبارة عن موضوع أنه والله يعني درس لغة ولا اندماج ولا ما بعد الموضوع يريد إعادة منهجية تربوية تعمل على إدماج هؤلاء الشباب الذين فعليا يعني يهاجمون المرة ويتعاملوا يعني بصراحة طبعا شيء مشكلة يعني لابد من عملية يعني عملية الاندماج الحقيقية مش هتخلي الشباب اللي زي دا اللي هيكون مشغول يعني نعم 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 نعم